اشتركوا في القناة القوات العسكرية تواصل هدومها على أحياء بحري لليوم الثاني على التوالي وارتفاع عدد الضهاية إلى 15 قتيل والشرطة تقول قد تكون هناك جهات أخرى مسلحة ناشطون من بحري وأمدرمان يكشفون تفاصيل دامية عن قمع مليونية 17 نوفمبر وإدانات أممية ودولية ومحلية واسعة اعتقال اتنين من الصحفيين في مواكب 17 نوفمبر وحملة اعتقالات واسعة للناشطين في الخرطوم والقضارف والأبيض عشرات القتلى والجرحة في اشتباكات قبلية في شمال كردوفان وتجدد الاشتباكات القبلية في جنوب كردوفان والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دابنغا ارتفع عدد الضهاية مليونية 17 نوفمبر إلى 15 قتيل وعشرات الجرحة معظم في بحري إلى جانب قتلى وجرحة في مدرمان والخرطوم بينما واصلت القواد العسكرية هجومها على أحياء بحري لليوم الثاني على التوالي وسط انباعا سقوط جرحة وكشف ناشطون من بحري في مقابلة مع راديو دابنغا عن مشاركة الشرطة والشرطة الأمنية وقوات أبو طيرا وقوات أخرى في قمع المظاهرات بالتناوب إلى جانب أفراد يرتدون زي المدني وأوضحوا أن القواد العسكرية أطلقت الغاز المسيل للدموع بكسافة لحظة بداية انطلاق المواكب وأشاروا إلى أن القوات أطلقت النار على المتظاهرين بصورة مباشرة في الجزء العلوي من الجسد بقصد القتل ونبهوا إلى سقوط 11 قتيل في بحري بالرصاص إلى جانب عدد كبير من الجرحة والمفقودين جاري حصرهم ونبه ناشطون إلى ملاحقة القواد العسكرية المصابين في المستشفى الدولي ومنعهم من الحصول على الرعاية الطبية وإعتقال عدد منهم وأشاروا لإعتقال عدد كبير من المتظاهرين وأضافت ناشطة من بحري في هذا الخصوص ناشطون أبو طيرا بدربوا رصاص حيث كان شايلين نحن كنا بنشوف إنه واحد شايلة زخيرة والتاني بدرب فكان بدرب بكمية كبيرة شديدة الأربعة شهد الأوائل أصابتهم الشرطة لأنه كانت إصابات في البداية بعدها ناشطون أبو طيرا ديروا لقعدوا من خمسة لخمسة ونص وفي ذات السياق كشف ناشطون عن عدد من الجسامين في مستشفى وعد بمدرمان لم يتم حصرها في التقارير وأكد ناشط إصابة عدد من المحتجين بالرصاص وأوضح إنه حمل شخصيا أربع من المصابين بالرصاص وشارك في نقلهم إلى المستشفى وأضاف ناشط لراديو دبانغا في هذا الخصوص أنا واحد من الناس على الصعيد الشخصي رفحت كمية من الإصابات اللي كانت في الرأس وكمية من الإصابات اللي هي في العنق تحت الرقبة هنا مباشرة بالإضافة للناس المضروبين بالرصاص في رجولهم والله أنا رافع أربعة دير الرصاص وواحد مضروب بمبان في رأسه دير أنا شخصيا رافعهم بيدي دير غير الحالات اللي شفت أنا في المستشفى يعني حالات بتاعت إصابة خطرة جدا يعني في العناء المكسفة في شخصين موجودين في مستشفى وعد التخصص في مدرمان اللي هو فود البشير دير في العناء المكسفة لحد الساعة 12 بالليل كان في حالتين مضروبين بالرصاص في الرأس من جانبه وصف الصحفي خالد فتحي في صفحته على فيسبوك ما حدث في بحري يوم الأربعة بالمجازر والجرائم التي ترقى لدرجة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وقال إن المعركة بدت عند الواحدة ظهرا في المؤسسة بحري وقال إن قواد الشرطة والاحتياط المركزي والماليشيات جاءت مدججة بسلاح وعاتات حربي وهي تحمل معها أمر تكليف من قاداتها بقتل المواطنين وحمل مزئولية القتل كل من مدير عام الشرطة ونائبه وقاعد قواد الاحتياط المركزي ومدير الشرطة بولاة الخرطوم والمحليات السبعة إلى جانب مدير المباحث والتحقيقات الجنائية نفى مدير عام الشرطة الفريق خالد مهدي تسليح الشرطة بالسلاح الناري أو استخدامه خلال مظاهرات 17 نوفمبر وقال قد تكون هناك جهات أخرى مسلحة وشكك في مؤتمر صحفي الخميس حول أرقام الشهداء التي نشرتها لجنة طباء السودان المركزية في مظاهرات 17 نوفمبر ووصفها بالجسم الإسفيري وقال أن سجيلات الشرطة هي المعتمدة وأعرب عن استغرابه لنقل الجسامين إلى مستشفيات خاصة موجود المستشفيات العامة وأضاف لم ترصد كاميرات الشرطة استخدام السلاح الناري في المظاهرات واتهم مواطنين بمنع قوات الشرطة من الدخول للمستشفيات للتحري حول الجسامين وتساءل حول كيفية استلام المشارح بدون بلاغ وأقر بارتداء بعض منصوب الشرطة أزياء مدنية خلال المظاهرات وأضاف مدير عام الشرطة الفريق خالد مهدي وبعض الشرطة التي تعاملنا عن المسيرات غير مسلحة بسلاح الناري تكون هناك جهاز أخرى مسلحة نحن وجهة عدمية وغاملية لا نطلق الاتهامات جزافا دون بينات ولكن نقول فيما يعني أن بالفضل عيارة الناري محل التحقيق وتحري نوع العيار مكام الإصابة اتجاه الإصابة من موقع الإصابة نشط هل هو أقامل في المسيرة في تحليك ووسطة في كده الشيوطة حول الأحادي الزافة برضو ده كلهم يبقوا جزء من التحقيق والتحري في إجزاء حالة الوفاة وسببها والجهة التي غامت به من جانبه نفع الفريق زين العبدين عثمان أحمد مدير شرطة ولاية الخرطوم مع عرفته عادة الشهداء والمصابين في أحداث يوم الأربعاء وقال أن الشرطة ما زال تبحث عن عادات الشهداء والمصابين لبدأ التحريات وأشار إلى تسجيل حالة وفاء واحدة في جسم الشرطة الصافية وقال أن قواد الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع والعصي ولم تستخدم الرصاص واتهم المتظاهرين في الخرطوم بالخروج عن السلمية والتعدي على عدد من أكسام الشرطة وحرق عدد من مركبات الشرطة والمواطنين واعتبر تتريس الطرق خروجا عن السلمية عرب نصر الدين يوسف القياد في تحالف المحامين الديمقراطيين في حديث لبرنامج السودان اليوم في راديو دابانقا عن استيائه لتنصل الشرطة عما جرى يوم الأربعاء ووصف ذلك بأنه أمر غير سليم موضحا أن شرطة مسؤولة عن الكشف عن الجرائم وحماية المواطنين والمتظاهرين ووصف بيانات الشرطة بالناقصة ولا توفر إجابة كافية وقال إنه إحداث القتل تمت مشاهدة بالعين المجردة وبوجود شهود موسوقين وقال إنه تصريحاته وبياناته لا تتسق مع المنطق ولا مع واجب الشرطة وحقوق المواطنين وأضاف نصر الدين يوسف القياد في تحالف المحامين الديمقراطيين التنصل بهذه الطريقة ليس الطريقة السليم لأن الشرطة لديها المسؤولية في كشف عن الجرائم وفي حماية المتظاهرين هذه أولويات أهام الشرطة لا أعتقد أن هذه البيانات ناغف ولا تفي بمستطلبات الشرطة ومستحقات المواطنين في حقهم البيان لا يعبر عن إجابات كافية وشافية مصير الناس بيطلعوا الرصاص وموتوا شهداء وأطفاء وشباب وبدون يكون في كلام فيك زي ذا يعني كل هذه الأشياء مشاهدة بالعين المجردة وبشهود كذا وبناس مشاركين كشفت شبكة الصحفيين عن اعتقال الصحفي علي فارساب أثناء تغطيط مواكب 17 نوفمبر في بحري المؤسسة بعد تعرض للإصابة السطحية بطلق ناري في الرأس وقالت الشبكة في بيان أن فارساب تعرض لضرب وحشه عند اعتقاله حيث انهال عليه الجنود بالعص والخراوات وعقاب البنادك حيث أصيب في يده وكتفه قبل أن يتم اغتياده ضمن مجموعة من المقبوض عليهم لقسم المقرن وقالت أنه يواجه خطرا حقيقيا حيث ما زال إصابته على الرأس ينزف ويشتبه في إصابته بكسور متعددة عجزته عن الحركة وتم رفض طلبات محاميه المتكررة بحالته للمستشفى لتلقي العلاج وطالب بالسماح لفارساب بتلقي العلاج بشكل فوري وحمل السلطات وقيادة الشرطة مزئولية سلامته وأوضح البيان أن قوات تابعة للاستخبارات العسكرية اعتغلت الصحفي عبد الرؤوف طاها الذي يعمل بمكتب قناة الجزيرة بالخرطوم أثناء تغطيط مليونية الأربع واقتعدته إلى إحدى مقراتها بالخرطوم للتحقيق معه قبل إطلاق صراعه في فجر الخميس من جهة أخرى قال قانونيون أن النيابة رفضت إطلاق صراع عدد من المعتقلين خلال مواكب 17 نوفمبر في الجسم الأوسط بالضمان ورحلتهم إلى معتقلات سوبة وفي ولاية القضارف كشف ناشطون عن اعتقال سبع أشخاص خلال مواكب 17 نوفمبر بعد أن تم تفريقه باستخدام العنف المفرد بواسطة عدد كبير من الجنود يستقلون نحو 25 سيارة عسكرية وقال ناشطون لراديو دابانجا أن 6 من المعتقلين تم إطلاق صراعهم أمس وما زال 3 من المعتقلين قيد الاعتقال وهم مقدات عدلان موظف بالمالية إلى جانب أحمد جميل وأيمن حريري من لجان المقاومة وأوضح إن وجد خليفة مقرر لجنة زالة تمكين ما زال معتقلا في القضارف ولم يتم ترحيله إلى الخرطوم وفي شمال كردفان اعتقلت السلطات خمسة متظاهرين من لجان المقاومة في مواكب 17 نوفمبر قبل إطلاق صراعهم أمس الخميس أدانت وزارة الخارجية الأمريكية العنف ضد المتظاهرين السلمين في السودان داعية الاحترام حقوق الإنسان وحمايته وأعربت في تدوين على تويتر عن حزنها للتقارير التي تتحدث عن أعمال عنف وخصائر في الأرواح يوم الأربعة في السودان من جانبه قال السينتور الأمريكي الجمهوري جيم ريش العضو البارس في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ في بيان إن إطلاق قوات الأمن النار على متظاهرين سودانيين ومقتل العشرات يأتي ضمن سلسلة من الحوادث المأساوية على أيدي القادة العسكريين السودانيين وأوضح إنه ما يجري يؤكد إنه لا يمكن ولا ينبغي الوسوق بمسؤولية العسكريين في حماية وحكم أهل السودان وقال حان الوقت لتحميل العسكريين مسؤولية الفضاعي التي ارتكبوها بداية من الإبادة الجماعية في دارفور إلى الانجلاف في 25 أكتوبر وعمليات القتل التي حدثت الأربعاء وأكد موقف الكونغرس بعادة الحكومة الانتقالية بقيادة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك دعا المقرر الخاص للأمم المتحدة لحرية التجمع المجتمع الدولي للضغط على السلطات في السودان لوقف القمع ضد المدنيين على الفور واحترام حقوقهم وأشار في بيان إلى تلقيه تقارير مقلقة عن الاستخدام المفرد المتزايد للقوى المميتة من قبل الجيش ضد المتظاهرين السلمين الأربعاء مما أدى إلى وفيات وأيصابات خطيرة بين المدنيين وأدعى لليقاف الفور للقمع والاعتقالات التعسفية للمتظاهرين والمدافعين والصحفيين كما أدعى لمحاسبة القادة العسكريون على هذه الانتهاكات أدان سفير النرويج تريز لوكين استخدام العنف ضد المتظاهرين العزل في الخرطوم في 17 نوفمبر واعتبر في بيان إعاقة الوصول إلى المستشفيات وتعطيل السلامة والعلاج في المستشفيات وإغلاق جميع الاتصالات أمر غير مقبول وغير قانوني وأوضح أن هذه الأعمال لا تفضي إلى حوار هادف داعيا سلطات الأمر الواقع إلى الوفاة بمزئوليتها عن حماية المدنيين وضمان سلامة المتظاهرين السلمين ودعا لكفالة حق الشعب السوداني في التعبير عن آرائه بحرية دون خوف من العنف أو الاعتقال قال المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير أن القواد العسكرية ارتكبت مجزرة جديدة خلال مواكب 17 نوفمبر وأوضح في بيان أن ذلك يرقى لدرجة جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وأشار إلى مقتل 16 شخصا وإصابة ما يزيد عن 100 شخص مع حصار المستشفيات واقتحام بعضها وإطلاق الغاز المسل للدموع على المستشفيات ومنع سيارات الإزعاف من الوصول للجرحة وكذلك منع وصول الجرحة للمستشفيات في منطقتين الخرطون بحري وأمدرمان مع قطع التيار الكهرباء أثناء إجراء عمليات جراحية للمصابين دعا تجمع المهنين السودانيين المواطنين للاتزام الكامل بالعصيان المدني الخميس في كل من مدن وقرى السودان ودعا لإغلاق الطرق العامة والداخلية بالمتاريس مع عدم الاشتباك مع الماليشيات ودعا التجمع أيضا للإضراب الكامل عن العمل ومقاطعة كل المؤسسات الحكومية وعدم التعامل معها وناشد بعدم دفع أي رسوم أو فواتير أو ضرائب وأكد ضرورة تنظيم الفعاليات الثورية داخل الأحياء والفرقام مع مخاطبات ثورية وزيارة منازل الشهداء والمصابين ومؤازرة أسرهم قتل أكثر من 30 شخصا يوم الأربعاء في اقتتال قبلي بين قبيلتي دار حامت وكتول في منطقة تفلنق بمحلية غرب بارب يولاد شمال كردفان وأشارت المصادر إلى أن الاقتتال جاء على خلفية نزاعات في الأرض ونبهت الاستخدام مختلف أنواع الأسلحة في الاشتباكات وقالت من بين القتلى خمسة نساء وطلب ناظر عموم دار حامت محمد أحمد تمساح مجلس السيادة بالتدخل العاجل لاحتواء الأزمة وتدارك الكارثة حتى لا تتحول لكارثة أكبر واعتبر تمساح أن المسألة قصورا في الأمن القومي ودع للتهدئة وضبط النفس مشيرا في الوقت ذاته لإمكانية انفلاة الأمر إذن لم يتم تدارك الأمر بصورة عاجلة وفي محلية قدير بولاد جنوب كردفان كشف مواطنون عن سقوط 12 قتيلا على الأقل وإصابة آخرين في تجدد الاشتباكات القابلية لسبوع الماضي أصدرت محكمة الخرطومة الجزئية الخميس أمرا بالقبض على مدرع شركات الاتصالات بالسودان وعدم اطلاق صراحهم لحين عادت خدمة الإنترنت لكافة المشتركين بينما كشف مواطنون لراديو دابانج عودة جزئية لخدمة الإنترنت عصر الخميس مع حج مواقع التواصل الاجتماعي وقال أحد المحامين لراديو دابانج أن المحكمة أصدرت أمرا بحبس مدراء الشركات الثلاثة لحين عادت الإنترنت للبلاد وكانت المحكمة أصدرت أمرا الأسبوع الماضي لشركات الاتصالات بعادة خدمة الإنترنت المقطوعة من يوم 25 أكتوبر الخبر الأخير في النشرة أدانت حيئات الأنصار قتل المواطنين في مجزرة الأربعاء واستخدام العنف المفرد ضد المدنيين وهم يستخدمون حقهم المشروع في رفض الاجرعات الإنقلابية بالطرق السلمية التي تكفولها لهم الوسيقى الدستورية وطالبت في بيان بإيقافة القتل فورا وكل أساليب العنف ضد المدنيين كما طالبت جهاد العدلية بالتحقيق الفوري مع مرتكبي جرائم القتل وتقديمهم لمحاكمات عادلة تشمل الآمرين والمنفزين وأناشد كافة المساجد في السودان لآدات صلاة الغائب على شهداء الحرية والكرامة أقب صلاة الجمعة مستمعنا نالعيزاء بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار القدمناها لكم من راديو دابانجا برنامجنا بتواصل فابقوا معنا ترجمة نانسي قنقر